قررت الحكومة ابتداء من يوم الخاميس 21 أكتوبر 2021 اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية وأوضح بلاغ حكومي أنه تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منح الإصابة بفيروس كورونا بفضل التدابير المتخدة من طرف السلطات العمومية وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية فقد قررت الحكومة اعتماد جواز التلقيح وذلك من خلال اتخاذ مجموعات من التدابير وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية شريطة الإدلاء حصريا بجواز التلقيح واعتماد جواز التلقيح كواثقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن كما تهم هذه التدابير ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات وإذ تؤكد الحكومة على أن جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا تبقى سارية المفعول فإنها تدعو الأشخاص غير الملقحين إلى الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية من اللقاح وكذا أخذ الجرعة الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للأشخاص الذين مر على تلقيحهم أزيد من ستة أشهر